شهر رمضان الكريم في مصر لطقوس وذكريات كلنا مرتبطين بيها وخصوصا أدان المغرب أدان المغرب اللي كل المصريين بيستنوه كان بالنسبة لهم صوت الشيخ محمد رفعت هو حلامة مميزة جدا المصريين يتعودوا ان هم يلتفوا على مائدة الإفطار وينتظروا سماع الصوت الملائكي للشيخ محمد رفعت اللي بيرفع أدان المغرب علشان يكسروا السامهم بالتمر أو الخشاف أو العصير وبعدها يبدأوا الفطار ومن هنا جه حب المصريين لهذا الصوت الملائكي العظيم يعني دايما إحنا مرتبطين كمصريين بحاجات كده يعني مسلمات إحنا ما بنستغناش عنها كل رمضان مدفع الإفطار صوت طبعا الشيخ محمد رفعت مش بس الأدان لا لازم كل مغرب نستنى صوت الشيخ محمد رفعت نسمعه ودايما إزاعة القرآن الكريم بتزيع تلاوة قبل الأزان حالة كده روحانية جميلة بنعيش فيها صوت عزب تحس كده إن الشيخ محمد رفعت أصبح أيقونة وعلامة مسجلة لشهر رمضان مش بس في مصر لكن للدول العربية ككل يمكن الشركة المصرية المدينة الإنتاج الإعلامي انتهت مؤخرا من ترميم 52 ساعة 52 ساعة من الساعات اللي كانت موجودة في الإذاعة المصرية وكان مكتوب عليها لا يصلح عايز أقول لكم إن اللي موجود من ترات الشيخ محمد رفعت هو 30 ساعة ضيفوا عليهم 52 ساعة شوف بقى يبقى عندنا كم ساعة من الصوت الجميل ده اللي موجودة عندنا ممكن ديكا تصريحات قالتها حفدته هناء رفعت وأكدت إن الترميم أصبح الحمد لله جاهز وإن نحن نقدر نستغل أو نستمع لهذا الصوت في أعتقد يعني مناسبات لم نسمعها أو لم نعهدها من قبل ويمكن أيضا أجمل مقيل في وصف الشيخ محمد رفعت اللي قال له الشيخ محمد متولي الشعراوي الشيخ محمد متولي الشعراوي قال إن أردنا أحكام التلاوة فالحصري وإن أردنا حلاوة الصوت فعبد الباصط عبد الصمد وإن أردنا النفس الطويل مع العذوبة فمصطفى إسماعيل وإن أردنا هؤلاء جميعا فهو صوت الشيخ محمد رفعت إحنا الحقيقة محظوظين جدا بمدرسة التلاوة المصرية اللي كلهم مش بس الشيخ محمد رفعت بيعتبروا علامة مسجلة مصرية في تلاوة القرآن الكريم وكنا يمكن مدرسة يحتبى بيها للدول العربية من الأجيال الجديدة وعايزة أقول إن النهار ده في مدارس للقرآن الكريم جديدة حديثة بيتم تدرسها في جميع المحافظات المصرية بيتم الإعداد وأصنع فيها عمالقة لقراءة القرآن الكريم إن شاء الله إن شاء الله نشوف أسامي تانية كبيرة بحجم الشيخ محمد رفعت من التلاوات الحديثة نسمع منها كده ما يصر النفس مرة تانية بنصبح لحضراتكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير موسيقى موسيقى